حكم بأعدام فرنسيين لانتمائهما إلى تنظيم داعش أصدره القضاء العراقي يوم أمس ليرتفي عدد هؤلاء الصادر ضدهم أحكام مماثلة إلى 11 من بين 280 محتجزا عراقيا وأجنبيا سلمتهم قوات السورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شهر شباط فبراير الماضي إلى السلطات العراقية كما جرت مشاهدين محاكمة تونسي وصدر عليه حكم بالإعدام بينما سيمثل تونسي آخر أمام المحكمة الأسبوع المقبل